ما زالت تلك الأحداث المؤسفة التي تدور رحاها في بلادنا مما يترتب عليه سفك للدماء وترويع للآمنين وقطع للطرقات وإفساد في الأرض وإطلاف للممتلكات مما هو معلوم لدى الجميع وها هنا رسائل لا بد من توجيهها الرسالة الأولى لمن بسط الله يده لمن ولاه الله الأمر لرئيس مجلس السيادة اعلم أيها الإنسان أن الله جل جلاله سائلك عن كل دم يراق عن كل طريق يقطع عن كل مريض لا يجد دواء أو جائع لا يجد غذاء فإن الله جل جلاله سائلك عن ما استرعاك فأعد للسؤال جوابا لا يصلح أن تبقى مكتوف اليدين تنظر نظرا باردا لتلك الأحداث الجسام التي تهدد البلاد في أصل وجودها وتروع الناس في أمنهم ولا تحرك ساكنا كأن الأمر لا يعنيك هذه واحدة ثانيا أوجه رسالة إلى رجال الشرطة أقول لهم جبر الله كسركم وعظم أجركم لكن لا يحملنكم ما حدث على أن تسفكوا الدماء ولا على أن تبطشوا بطشة الجبارين بل عالجوا الأمر بما يمليه الشرع بما يمليه النظام دون تعد أو إفراط فإن الله جل جلاله لا يحب المعتدين ثالثا أوجه رسالة إلى عموم المسلمين في أرض السودان يا مسلمون يا موحدون يا أهل لا إله إلا الله اعلموا أن أحزاب الشمال قد غرهم بالله الغرور وقد ظنوا أنهم قادرون على أن يفعلوا بالناس الأفاعيل وأن يجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم رغم أننا نعلم وهم يعلمون أنهم أقلية لا وزن لها ولا قيمة وأنهم أحلاس مخابرات وعملاء سفارات وأنهم ليسوا في القبيل ولا الدبير رغم أن أصواتهم عالية وكذبهم كثير إن مطلوبا منا أن نتوحد جميعا وأن نتفق على الحد الأدنى إن لم يكن حفظا للدين فعلى الأقل حفظا للدنيا فبعدما هدد الدين وطمست معالمه واعتديت على حرماته الآن الأمر انتقل إلى الدنيا الناس مهددون في أمنهم في معاشهم في بيوتهم في دمائهم في أعراضهم فلا أقل من أن نتحد وأن نكون يدا واحدة خلف القوات النظامية من أجل أن يبسط الأمن حتى لو لم يجد الناس طعاما يأكلونه فلا أقل من أن يأمنوا على دمائهم على أعراضهم على أنفسهم وليكن لكم عبرة فيما يحدث في بلاد أخرى من اختلال للأمن وعدم وجود طعم للحياة ثم رابعا أقول لشرفاء القوات المسلحة إن هذا الباطل الذي يستشري وهذا الفساد الذي يسري سريان النار في الهشيم يحتاج إلى حسم من ناس قد ثارت لله غيرتهم يغارون على الدين يغارون على حرمات الله أن تنتهك يغارون على دماء المسلمين أن تسفك يغارون على أن يكون علج صليبي اسمه فولكر هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يحل ويعقد وهو الذي يتيه في البلاد يمينا وشمالا ولا معقب لحكمه ولا يجد من يأخذ على يده إن مطلوبا من وطنيين صادقين أهل غيرة ودين أن يغيروا هذا المنكر وأن يوقفوا هذا الباطل قبل أن نندم حيث لا ينفع الندم أسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال ترجمة نانسي قنقر